به تضبط أصول الأدلة وتعرف وجوه الدلالة ويعرف ما يصح الاستدلال به وما لا يصح وبه تنضبط الفتوى ويسهل الاجتهاد في النوازل وغيرها وبه يعرف أسباب الخلاف بين العلماء وعلة الحكم ومن ثم يسهل القياس الصحيح والتعامل مع المستجدات الفقهية إنه علم أصول الفقه وهو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وبأصول الفقه تحفظ الشريعة من التيارات الحداثية التي تعمل العقل والهوى في الأحكام بعيدا عن الأدلة الشرعية وبذلك يسلك طالب العلم طريق الوسطية في الفقه ويتجنب التسيب والتشدد معا قال سفيان الثوري إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد وفي أصول الفقه يدرس المتعلم أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان ويدرس الأحكام التكليفية الواجب والحرام والمندوب والنكروه والمباح ودلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد كما يدرس الاجتهاد والتقليد وشروط المجتهد ومن أراد دراسة الأصول فليبدأ بكتاب مختصر مثل الأصول من علم الأصول لابن عثيمين مع حفظ متن الورقات لأب المعالي الجويني ودراسة شرحه لجلال الدين المحلي ثم عليه بروضة الناظر لابن قدامة والكوكب المنير للفتوحي ثم الأوسع مثل البحر المحيط للزركشي ويهتم بالكتب التي تهتم بمقاصد الشريعة مثل الموافقات للشاطبي وبكتب القواعد الفقهية مثل قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فعليك بتعلم أصول الفقه فهو سبيل التفقه في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين